بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين موضوعنا في هذا البحث هو الزمكانات ومجموع الزمكان في الإعجاز القرآن إن كل حدث يقع بحسب الرؤية البشرية يقع في زمان ومكان فهو يتحدد بالزمان والمكان في كل جزئية من جزئيات واختصارا أطلق عليه الزمكان ويتحدد الزمكان للحدث بالإحداثيات المنسوب إليها وهناك بالإضافة لإحداثياتنا الزمكانية إحداثيات كثيرة في عالم الغيب وهذا هو محل البحث ربط إحداثيات أخرى لا نراها مع إحداثيات نحن نعيش فيها كما أن هناك زمكانات جزئية لا نهائية بحسب معرفتنا تقع ضمن إحداثيات كل زمكان من الزمكانات هذا الزمكان الذي نحن فيه أيضا فيه زمكانات جزئية حتى في جسمي الآن كل خلية كل ذرة كل كرية الدم لهذا مكان تتحرك في إطاره وضمنه فأدخل كان الحدث سابقا يتحدد بأبعاده المكانية فقط إلى أن جاء أنشتاين بالنظرية النسبية العامة والخاصة وأدخل بعد الزمان بعدا رابعا في تحديد موقع وزمن الحدث الإعجاز القرآني جاء سابقا لكل هؤلاء من أنشتاين وغير أنشتاين ومن بعد أنشتاين جاء سابقا ومهيمنا على كل ما توصل إليهم العلم فهو بالإضافة لتقريره الزمكانات الجزئية ضمن الإحداثيات الكلية للزمكان الكوني وهو الكون المرئي فإنه قرر وجود إحداثيات كلية أخرى الزمكان الذي نحن فيه هو من ضمنها أو يقع في أبعادها قرر وجود إحداثيات كلية أخرى في العالم غير المرئي بالنسبة لنا ثم جاء الإعجاز القرآني مبينا لحالات عجيبة في علاقات هذه الزمكانات مع بعضها بعضا سواء بحالاتها الخلقية السنينية أو بحالاتها الخلقية الأمرية وقد اعتبر القرآن إحداثيات زمكانها مرجعية قياسية مرجعية قياسية لتصور وقوع الحدث في زمكانات أخرى ولعدم امتلاف الإنسان القدر على الانتقال بذاته أو بوسائله إلى تلك الإحداثيات أو الزمكانات الأخرى الغير المرئية بالنسبة لنا وبعضها غير معلوم أصلا بالنسبة لنا فإن القرآن الكريم أظهر نتائج دخول أحداث معينة في زمكانات مختلفة يعني أظهر لنا النتيجة دون أن يخبرنا بالتفاصيل التي حدثت في هذا الأمر وذلك لعدم امتلافنا معطيات القدرة العقلية والعملية على تصور ذلك لأن القرآن أظهر نتائجها أمامنا منسوبة إلى عالم زمكاننا البحث الذي بين أيدينا يلقي ضوءا على ما لكف هذه المقدمة وسوف أختصر لفظة الإحداثيات بلفظة الزمكان لأن هذين البعدين هما المعنيين في هذه الدراسة من الأشياء التي سوف أتناولها وبسرعة نسبية الزمن بين زمكانين والمثال في ذلك الرؤى في سورة يوسف والموضوع الثاني تغير تقدير زمن وقوع الحدث بحسب الزمكانات ومثاله نقل عرش الملك بلقيس من اليمن إلى فلسطين والموضوع الثالث تغير قياس الزمن بحسب زمكان الراسل والمثال على ذلك قصة أصحاب الكهف والموضوع الرابع افتراق الزمكانات واتحادها وهذا موضوع عجيب ومثاله الذي مر على قرية والموضوع الخامس الانتقال بين الزمكانات ومثاله الإسراء والمعراج ثم ثم ذكرت أخيرا بيان الإعجاز القرآن في توجيه العقل البشري للقيام بجولات في الماضي والحاضر والمستقبل منطقيا سهم الزمن ليبحر بواسطته عباب الزمكانات المتعددة أبدأ بتعريفات سريعة الزمن هو الوعاء الوقتي للحدث والمكان هو الوعاء البعدي يعني هو أبعاد للحدث الزمن صلفه العلام بتصنيفات كثيرة زمن كوني زمن جغرافي جيولوجي بيولوجي سيكيولوجي زمن آخر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى الحدث هو المستوعد في إحداثيات الزمان والمكان أو في إحداثيات نحن لا نعلم بها بالاستقراء بالاستقراء مخ الإنسان يحتوي على وحدة تحسس الزمن يعني الإنسان يشعر أن هناك زمن قد مر هذه واحدة وأيضا يحوي على وحدة تقرير مقدار الزمن يقدر كم مر من الزمن خمس دقائق ساعة خمس ساعة هذا موجود على سبيل الخلقة من الله سبحانه وتعالى في حقل الإنسان كي نعيش نحن حياة طبيعية لا بد أن يكون ارتباط هناك بين حركتنا وبين واقعنا في الزمن لا بد أن يكون هناك إحساس في الزمن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه الإنسان يتغير إحساسه بالزمن مع تغير عمره كما قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا الشكل الذي أمامنا الشكل الذي أمامنا يبين كيف أن الإنسان يتغير إحساسه بالزمن مع أموره وهذا الشكل أيضا يبين كيف أن شعور الإنسان بمرور الزمن يتغير مع تقدم عمره إلى أن يأتي إليه الأجل الشكل الذي أمامنا هذا يمثل شكل لرؤى في سورة يوسف نلاحظ هنا الآن نحن في زمكانين زمكان اليقظة وهو الذي تحت وزمكان الرؤية أو زمكان النوم إذا نام الإنسان انتقلت روحه إلى زمكان آخر ممكن أن ترى رؤية أثناء الرؤية قد تكون المدة أربع سنوات عشر سنوات إنسان سافر وتتخرج من الجامع وكذا هو في الرؤية مدة الرؤية قد لا تتجاوز في عالم زمكان اليقظة بضعة ثواني أو نصف دقيقة أو شيء من هذا الخليل وهناك رؤى ممكن أن ترى بفترة يعيشها الإنسان في الرؤية مثلا ساعة أو ساعتين حقيقة لكن عندما تترجم إلى عالم اليقظة فإنها تأخذ سنوات كما نلاحظ أن رؤية الملك مثلا عندما ترجمت إلى عالم الواقع أخذتها تطويلا رؤية يوسف عليه السلام عندما ترجمت إلى الواقع أخذت تقريبا كما قال بعض المفسرين حوالي 33 عاما فإن هناك إمكانية في داخل الإنسان للانتقال من زمكان إلى زمكان آخر لكن هذه الإمكانية لا يحكمها هو وإنما هو محكم فيها يعني أنت إذا أردت أن تنام لا تستطيع أن تقرر ماذا سوف ترى في الرؤية وهل سوف ترى الرؤية أو لا ترى لا تستطيع أن تقرر ذلك أنت محكم فيها ولكن إذا رأيت رؤية فإن هذه النفس أو هذه الروح قد دخلت في زمكان آخر مع تعلقها بالزمكان الأول نسبية الزمن بحسب الزمكان نفترض أن شخصين كل منهما في زمكان مختلف عن الآخر وأنهما يتابعان حدثا واحدا بحيث أن الحدث استقرق مئة عام لدى الشخص الأول استقرق عشر ثواني لدى الشخص الثاني فعندها الحدث الذي مدته ثانية واحدة على إحداثيات الشخص الثاني فكون مدته عشر سنوات على أحداثيات الشخص الأول الحدث واحد لاحظوا أن الحدث واحد لكن بحسب النظر إليه في تغير التقدير الزمن إذا فهمنا هذا نستطيع أن نفهم قول الله سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الحدث ما هو؟ الحدث يوم القيامة محل الشاهد أنهم يرونه بعيدا بحسب زمكانهم ونراه قريبا بحسب ألم الله سبحانه وتعالى ومثله قول الله تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون وأيضا مثله قول الله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن ستة أيام منصوبة إلى وحدة قياسية مرجعية زمكانية غير وحدة قياس مرجعيتنا الزمكانية وبالتالي فهمنا هذا نستطيع أن نتصور ندلول الآية ومفهوم الآية هذا المنظر يبين أجسام متحركة صغيرة كل الكون فيه أجسام متحركة الكون متكون من ذرات كل ذرة تتحرك كل ذرة لها علاقة مع ذرات أخرى في الكون لو أخذنا أربع ذرات أو أربع أحداث ألف باء جيم دال فإن ألف لها علاقة مع باء لها علاقة مع جيم لها علاقة مع دال ألف هذه اللحظة كيف تكونت من أين جاءت هذه الزرة في هذه اللحظة أين كانت مرة عليها مليارات السنين وهي تنقل مكان إلى مكان وسوف يأتي إليها أيضا من المليارات السنين في كل لحظة من لحظاتها في كل لحظة من لحظاتها هذه الزرة لا علاقة مع ما لا نهاية له من الزرات الأخرى مما يصل ضوءها إليها فنلاحظ أن هناك شيء لا نهائي في هذه العملية نحن نريد أن نتصور هذا المفهوم نلقي ضوءا على قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السباب كلمة لا يخفى نحن نمر عليها مرور الكرام لا يخفى كلمة عظيمة جدا هائلة جدا تحتوي معنى لا يستطيع إنسان أن يتصوره في عقله أو يتخيله لماذا؟ لأنه هذه الزرة التي ذكرتها عددها في الكون ما لا يحطيه إلا الله سبحانه وتعالى بها إحاطة تامة حتى أتصور هذا المعنى سأذكر خمس علاقات خمس علاقات مهمة بين الأحداث بين ذرة وأخرى العلاقة الأولى هي علاقة الزمن وعلاقة الزمن لها علاقة بالسرعة السرعة إذا كان هناك جسمان يتحركان بسرعة ما هناك سرعة نسبية بين هذين الجسمين هذه السرعة النسبية تزداد وتنقص بحاسب السرعة النسبية فإن الشخص الذي في إطار واحد مثلا يقدر الزمن للشخص الذي في الإطار الثاني بمقدار معين الشخص في الإطار الثاني يقدر الزمن بالنسبة للشخص في الإطار الأول بزمن آخر يعتمد على سرعته عنه لو كان لفئة الطرفين ساعة واحدة ساعة هنا وساعتان متشابهتان فإن الشخص الثاني إذا كان يسير بسرعة قريبة من سرعة الضوء من سرعة الضوء أو ثلث سرعة الضوء أو ما شابه ذلك سيجد أن ساعته أقربها يشير إلى زمن يختلف عن الأقرب الذي يشير إليه زمن الشخص الأول وكذلك يقارن الشخص الأول ساعته بمؤشر ساعة الشخص الآخر لو وجدها أيضا تختلف هذه السرعة النسبية أيضا هذه السرعة النسبية بين جميع هذه الكائنات لا يخفى على الله منها شيء أيضا كل جسم له كتلة هذه الكتلة تتغير مع السرعة من يعلم ويحيط بهذا كله الله عز وجل لا يخفى عليه شيء أيضا بين كل جسم آخر هنا قوة تجاذب تزيد وتنقص بحسب السرعة بحسب المسافة بحسب كنا من يعلم ويحيط بها الله سبحانه وتعالى أيضا كل جسم يمتلك طاقة عندما يتحرك يبذل هذه الطاقة تتحول الطاقة إلى مادة وأيضا ممكن تتحول المادة إلى طاقة من يحيط بهذا يحيط بهذا الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء جميع هذه التحولات التي ذكرتها الخمسة في الزمن وفي السرعة وفي الطاقة وفي الجاذبية وغيرها تتحلق في إطار زمكانات زمكانات كثيرة جدا هائلة جدا عددها كبير الله عز وجل وحمه هو الذي يحيط بهذه الزمكانات أيضا أنتقل إلى تغير الزمن بحسب الزمكانات وأشير هنا إلى قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في قصة سليمان قال أي سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عشيكم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك إني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يبقى إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أطفر الآية الآية أشارك هنا إلى ثلاث تقديرات زمنية الأولى زمكان سليمان عليه السلام قال قبل أن يأتوني مسلمين هو على بعد الآن ما يحتاجه أياما أو أسابيع حتى يصلوا إليه فهو طلب أنه أحد ما يأتيه بالعرش قبل أن تصل إليه بالقيس في تقديره أن هذا ممكن أن يكون بزمن ما فهذا الزمان زمان كوني منسوبا إلى معطيات الإنس التقدير الثاني في الآية تقدير الجن الجن العفريت قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك يعني سأتحرك بطريقة ما فيز مكان خاص بي كعفريت وأنقله إلى المكان المخصص قبل أن تقوم من مقامك هو كعفريت التقدير الثالث هو تقدير الذي عنده علم من الكتاب الذي عنده علم من الكتاب أيضا كان له رأي آخر نلاحظ الآن العرض الذي قدمه العفريت والعرض الذي قدمه الذي عنده علم من الكتاب الوقت لا يفعلني حتى أشرح هذه الرسومات لكن أقول في الخلاصة أن الذي عنده علم من الكتاب دخل في زمكان خاص به استطاع من خلاله في ذلك الزمكان أن يفتك العرش العرش موجود في قاعة في قاعة ومثبت وعليه حواشي وعليه فجان وعليه أشياء كثيرة جدا هو أتى بهذا العرش كله بأصله بلقائقه ووضعه أم سليمان في لمح البصر في لمح البصر قبل أن يبتد إليك طرفك هذه العملية التي قام بها قام بها في زمكان آخر ثم انتقل من الزمكان الآخر إلى الزمكان الذي نحن فيه المثال الآخر الذي قد يفعلني فيه دقيقة اختلاف التقديرات الزمكانية لحادثة واحدة وهي حادثة أهل الكهف قال قائل منهم كم لبثتم قالوا يبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم هذا التقدير التقدير الثاني الذين كانوا في الخارج فاسوا المدة التي نام هؤلاء الناس فيها في الكهف بمدة أخرى ثلاثمائة سنوات أو ثلاثمائة سنة بحسب التقدير التقدير الثالث هو تقدير غير معلوم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى التقدير الثالث قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض التقدير الثالث هذا هذه الحادثة ممكن أن تنظر إليها من لا نهائي من الزمكانات وكل زاوية زمكان تنظر منه إلى هذه الحادثة سيتقرع عندك زمن محدد زمن معين من الذي يحيط بكل الزمكانات هذه الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل الذي له غيب السماوات والأرض هو الذي قال قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض الأخيرة هذه إن شاء الله الذي يمر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي صاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظامك كيف نشدها ثم نفسوها لحما نلحظ هنا في هذا الرسم الذي أمامكم الجميع كانوا الرجل وحماره وطعامه وشرابه والقرية كانوا في زمكان واحد بعد ذلك ما الذي حصل؟ الرجل مات جسده بقيت في الزمكان الأصلي لكنه لم يتحلل بمعنى أنه دخل في زمكان آخر لا يتحلل فيه روحه دخل في زمكان آخر إذن انقسمه إلى زمكانين الزمكان نحن نراح أمامنا لكنه في زمكان آخر بالنسبة إلى الحمار الحمار تحلل في الزمكان الأول وروحه خرجت إلى زمكان آخر بالنسبة إلى الطعام والشراب بقي في مكانه في الزمكان الأول لكنه لم يتحلل بمعنى أنه دخل في زمكان آخر بحيث أنه لا يتحلل ثم الأخير القرية يعيد بناؤها ورجعت كما كانت انظر إلى الرجل كيف افترقت زمكاناته الحمار كيف افترق الزمكاناته الطعام والشراب كيف افترق الزمكاناته ثم جمع الله عز وجل الزمكانات كلها مرة واحدة وعادها إلى الزمكان الأول هذا وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصلى الله ترجمة نانسي قنقر